محمود إيه اللي خلال نهاردة زمالك نفس السؤالة سألته الخليفة إيه زهر بشكل كويس عن المباراة الماضية إيه اللي اختلف نفس مجموعة اللعبين دي نفس المجموعة حتى للعبة مباراة بيرابينز باستثناء فتوح إيه اللي حصل من فريرة النهاردة واللعبين الفريرة عارف كويس جدا أن فيه نقطة ضعف موجودة كبيرة جدا عند التراجي زي ما كان خليفة بتكلم وهي إن لما بتتضغط على لعيبة التراجي خصوصا التلاتة في نص الملعب محمد بن رمضان والشعلالي وكلبالي كلبالي والشعلالي يا كريم فقدوا المرونة بتاعتهم وفقدوا قوتهم الجسمانية والبدانية اللي كانت موجودة السنين كثيرة قوي في التراجي اللي أفضل منهم في التلاتة في نص الملعب هو من رمضان ولكن دايما لما بيتضغط على كلبالي أو أنيس الشعلالي دايما بيحصل خطأ وده كان موجود في مباراة التراجي وشباب بولوزداد دي مباراة التراجي وشباب بولوزداد هنا بيحاول التراجي يطلع بالكرة هنا هيتلاقي بالباس بدر رمضان هيلعب الكرة الشعلالي الكرة بتتقطع الكريم على طول بترتد نشوف الفريم اللي بعده على طول بترتد ونكمل برضو الصور تروح انفراد لشباب بولوزداد هوريك حالة تانية برضو ده كلبالي برضو بيحاول يطلع بالكرة هنا ضغط عليه من شباب بولوزداد اتقطعت وكانت هجمة خطر جدا جدا لنادي التراجي عفوا لشباب بولوزداد في المباراة اللي كانت ما بين التراجي لشباب بولوزداد ففريرة كان عارف كويس جدا ان فيه مشكلة عن نص ادفاع لعيبي نادي التراجي بص هنا على الكرة دي طريبا دي كرة الهدف خليفة شرح بصها اوضح لك حاجة نكمل الفرين بالكرة بص سفة روج عفر نادي الزمالك النهاردة كريم كان بيحول طريقة الضغط 4-4-2 هو كان بيضغط مين بقى اللي 2 كان دايما احنا بشوف مين زيزو وسفة جزيري اللي اتعكس النهاردة انه خلس سيف فاروق جعفر هو اللي بيزق مع سفة جزيري علشان ما يهلكش زيزو بدنيا وستفيد من زيزو اكتر حاجة عشان جابت همد الحوني كمان ما تتفتحش عليها بالزبط كده نشوف الكرة اللي بعدها بص هنا نشوف نفس الكلام عارف مين دا كريم اللي بدغط عليه دا انيس الشعلالي اللي لسه جايب لك مباراة شباب بلوزداد غلط في اول كرة والضغط ونادي الزمالك قدر ياخدها وقدر ان هو يروح يحرز الهدف الاول ولكن انا عاوز اتكلمك عن الهدف التالت سريع عم بقى بلوزداد الزمالك النهاردة ميلاد انا بشوف النهاردة كان ميلاد حارس كبير جدا جدا في نادي الزمالك وهو محمد صبحي وانا متأكد ان الفترة جاء محمد صبحي هو اللي هيبقى حارس عارين مرمى نادي الزمالك لسنين كتيرة جدا النهاردة كريم بتشوف محمد صبحي يعني حارس مرمى مالي وضعه مالي مركزه والشخصية وعاوز اوليك الهدف التالت اللي كان فيه ابداع ونسخة كربونية من اهداف أليسون ومحمد صلاحفي هنا بص الكرة الكورنر اتلعب في اخر الدقيق اتلعبت محمد صبحي مسكن نشوف الفريم اللي بعده راجل بص اول ما بص هلوة دي اوي ايه اول ما بص يا كريم على طول زيزو جيري بص بقى الفريم اللي بعده جري قام جري وقام لعب الكورة بمنتهى المهارة مش اي حارس يلعب الكورة في حتة معينة باسلوب معين بسرعة معينة هنا بقى زيزو يستلم الكورة وعاوز عقف عند صيف الجزيري اللي ياما هاجمناه وياما قطعنا فيه ولكن النهاردة الراجل بيعمل مباراة رائعة والهدف هنا عاوز اكلمك في ابداع زيزو وابداع صيف الجزيري نشوف نكمل بالفريم الكورة صيف الجزيري لسه بعيد جدا جدا ونضيه وراء نشوف الكورة اللي بعدها هنا زيزو بيلعب وسابق صيف الجزيري بعيد جدا نكمل برضو الفريم اللي بعده عاوز اخريك بقى حاجة هنا بص يا كريم هو عارف كويس جدا صيف الجزيري انه هو لو قطع على القريبة هيبقى فيه اتنين عاملين له بلوك ولكن هو يختار حل الاسهل انه هو يروح على البعيدة نكمل الكورة والمهارة هنا مش من صيف الجزيري بص يا كريم المهارة هنا من احمد السيد زيزو ان انا اعمل اوفر بالدقة دي وبالقوة دي وان هي تروح على البعيدة بص يا كريم اي كورة يعني انت لو بصيت على الكدر ده هلو قلت الكورة اللي بعدها اتقطها عندك واحد عامل بلوك لو عدت منه التاني على القليل اخد ولكن نكمل السورة اللي بعدها شوف هنا برضو يا كريم مهارة زيزو لعب الكورة بطن رجله كأنه بيشوت فول بلعب كورة سريعة جدا قوي جدا وصيف الجزيري اكتب من رأة حركة على البعيدة علشان يحرز الهدف التالت اللي كان نسخة من اجوان محمد صلاح وقال سبحائل